يمكن الحديث مطولا عن أهداف زيارة الوفد الروسي إلى بغداد ومعه حديث مفصل عن تاريخ العلاقات الروسية العراقية التي تمتد إلى ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي لكن يتفق المتعمقون في سيرة العلاقات بين موسكو وبغداد على حاجة روسيا المستمرة للعراق لإيمانها القاطع بمحورية البلد استراتيجيا في المنطقة ومع العالم أكثر من حاجة العراق التي تصدر إعلاميا وفق خبراء أمنيين على وجه التحديد لما يتعلق بتزويد روسيا أسلحة للجيش العراقي وإن يكن فإن الزيارة الرسمية التي تضم أكثر من ستين مسؤولا يترأسهم سيرغي لفروف وزير خارجية موسكو واليد اليمنى لبوتين فهي زيارة تمثل لعبة السياسة لروسيا في محاولة لكسب ورقة النفط والغاز وذلك في خطوة يراها خبراء الاقتصاد لقطع الطريق على قطر التبحث الأخيرة عن الاستحواذ على حصة تبلغ حوالي 30% من مشاريع توتال انيرجز الفرنسية في العراق إذن هي بحسب محللين حرب طاحنة للمتنافسين على كسب رقم استثماري أعلى في العراق يراه مراقبون بمثابة ورقة ناجحة لحكومة السوداني في الحصول على استثمار كبير من جانب قطر فيما تراه موسكو بمثابة نقطة ضعف جديدة في مواجهتها مع النفوذ الغربي في المنطقة ودعما لأوروبا التي تبحث عن تعويض نقص الغاز لديها رسالة أخرى تحمله الزيارة بحسب رأي عربي تكتبها روسيا للسعودية لعدم تجاوبها مع الدعوات الأمريكية لزيادة إنتاج النفط وإلى إيران التي يسعى الأمريكيون لتفكيك نفوذها في العراق رسائل اقتصادية وبناء تحالفات قد تكون بحسب مراقبين كتحدي كبير أمام الحكومة العراقية المطلوب منها تحقيق وعود اقتصادية في منهاجها الوزاري من جهة وضغوطات أمريكية وإيرانية من جهة والفوز بإنجاح صافقات تتحول فعلا واقعا على الأرض بعد أن أخفقت حكومات سابقة بتحويل الورق والكلام إلى استثمار يخدم البلاد